تتراجع مساحة سيطرة الإنقلابين الحثيين في اليمن مع كل تقدم تحرزه قوات الشرعية على الأرض في كل يوم تتقلص مناطق نفوذ الميليشيات وتتسع رقعة سيطرة الحكومة الشرعية وكانت آخر خسائر الحثيين مواقع جديدة في الساحل الغربي لمحافظة تعز الأخبار الواردة من ساحل تعز تفيد باستعادة الجيش الوطني والمقاومة الشعبية صباح اليوم منطقة الجديد الواقعة بين دباب والمخاء بعد هجوم واسع شاركت فيه مقاتلات التحالف العربي ميليشيات الحثي وصالح أجبرت على الانسحاب من منطقة الجديد ونقاط التفتيش الممتد على الخط تحت واقع النيران هو تقدم سريع تحققه القوات في المحور الساحلي والهدف هو مدينة وميناء المخل استراتيجي أما في المحور الثاني في المناطق الجبلية المحاذية للساحل فتستمر المواجهات بين المقاومة الشعبية من جهة والانقلابين الحثين من جهة أخرى تعمل المقاومة هنا على تطهير بقايا جيوب الحثين من هذه التلال لتؤمن تقدم القوات على الساحل نحو المخاء مقاتلات التحالف العربي تعمل على تقديم المساندة اللازمة لقوات الشرعية من خلال الإسناد الجوي والسهداف أي تعزيزات ومواقع عسكرية ما يسهل على القوات التقدم والسيطرة على أماكن تمركز الإنقلابيين وتسعى قوات الشرعية إلى الدفع بتعزيزات جديدة إلى مناطق كريش والقبيطة والمضاربة لتوسع من دائرة المواجهات مع الحثين خصوصا في المناطق الحدودية بين لحج وتعز ومع عمليات الحجد والاستعداد هذه يتوقع أن تزداد ضراوة الاشتباكات خلال الأيام المقبلة